سلام لبنات ان شاء الله تكونوا كامل ملاحل الفيديو تعليم فيديو كثيرا بروفيسيونال إذا رطيتوه رطيتوه كثيرا وإلى ما بارتجيتوش الفيديو معتاركم حكرتوني ملخر على هذا إذا تدعم الله العظيم أريد أن أقول فيديوهات بروفيسيونال سيخطو الحفافات تحب لك هذا اللون تخرجه لها كما في صويرة تشوف في أهن سيدتي وما يحول لهاش يخرج الهالامة كيف نصبغوا شعرنا بالمصطلح لتفهموني كامل كيف نوحده لون شعرنا وما يحول لهاش اللون مع الخسيل ولا يخرج لها ثاني لا مع ما يخرج لهاش باهت وتاني إلا وحدت لها لون شعرها ما يخرج لها شعرت في القغي ولا يقدر يخرج لك الخضر المهم يعني كائن بزاف يحبوا يوحده لون شعرهم يعني يغطوا ليماش ولا بالياش كما هذا اللون لاني حمدوا لكم دوكا من بعد تقول لك خرج لي لا لا خرج لك شغل خضر لما روش يلمع أغمني اللون أعلاش لماذا هكذا كائن اللي كانوا تبعوني مقبل ورأت لكم تكنيك الفيلر ولا بخي كولوغاسيان يعني انتي إلا عندك ليماش ولا بالياش حبيت يخرج لك اللون كما هكذا ما يخرجك كما هات الصويرة اللي حتى لكم دوكا وماذا لازم تداري قبل هذا المدلكم الميلانش تحادل الفوتو اللي هي قدامكم وهاديت واحدة بها لون شعرك إلا انتي مخلط او عندك شيء تقدر تسبغي بها اللي عندهم اللي يماش ولا بالياش وحبيت يتغطي وتتهني واللون ما يحلكش كامل ولا في الصانوم تعوجت ولي عندك تقول لك سبيختك عيانة ولا انتي ما تعرفش تسبغي سبخت عندك تقيقة اللون راحلي كامل فهمتوني لكم في اخر الفيديو ما هي اللي تداريها كما رأيكم تشوفوا في الفيديوهات هنا جبت لكم فيديوهات بروفيسيونال من عند خبارات التجميل كيفاش يسبغوه وانا نفهمكم بيان سور الميلانج وشنوه البنات هو رقم 27 اللي هو مارن كلاق بوني فاتح تضيع البواء كامل وتضيع منه نصف تاع 37 اللي هو العسالي الميل هكذا 20 فوليوم البنات لا تستعملي 30 فوليوم لا يخرجك كيف كيف اعلى لانه تحبي تغمقه وانا نجامه تستعملي 30 فوليوم تستعملي 20 فوليوم يعني نفس كمية السبغة تقابلها نفس كمية الأكسيدان وتخليه 45 دقيقة في شهر حتى تغطي الكامل واذا حبيتها اغمق تضيع رقم 28 اللي هو البني الغامق يعني تبدلي رقم 27 ب28 هذا ما كان هذا يتقدر يديره اللي عندهم شعرته كويف غي هذا كلهم تعذروا كامل اللي ماشي شباب عندهم شي بحبي توحده ما كاين اللي عندهم اللي ماشي ولا بالياش تقول لك اسمام خرجك كيمانتيا خرج لك شغلة بالياش ولا غسلل ولا حلي كامل ويخرج لك هكذا خرج كاين اللي على بالهم شغلة لبسها يعني موديل واحد كامل اللي يجيكم من غير العطيسي نغمال ناختي العزيزة كل واحدة وشعرها الميلانج يتبدل عندك اللي ماشي ولا بالياش وحبي توحده يخرج لك زي ما نقوله نوع كغبو وحبي توحده وحبي توحده وحبي توحده وحبي توحده وحبي توحده لنشعر اتجربتها تعب الشعر يعني تبدلها كم هاته المنحنة كل واحدة فينا يعني في الشعرات معلوان لا يبانوش وحنا كنا نرد وغسلوا هذه الألوان احمر غامق احمر احمر برتقالي برتقالي صراح يعني ايبانونا في درجة السحب كيف كانت الشعر مع مره مره يشتبان على بيها إذا سبغنا أي لون لاحب نواق كوبو يحول لنا نحن نحن نحب نواحد لون الشعر ونحن نعب شعرتنا بهذه الألوان كما نقولون أنت تسبغي شعرك بالشاطان سهلة مهلة غير وين عندك ليمش ولا البالياش يعني شتي وين هبط لك ليمش ولا البالياش تروحي رقم خمسة حبيت شاطان كلاخ ماذا يقابلون؟ يقابلون أصفر برتقالي يعني تدي ستة نقطة أربعة ثلاثة ومعنتها؟ معنتها أشقر غامق وأنه حاسي ذهبي تسبغي به غير الأطراف شعرك ب 20 فوليوم وإذا لم أجدتها تشد رقم 033 تجدها في الصبغات يعني من المصحيحات تخلطه غير مع الماء هذا ما كان ليس مع الأكسيدون تقدري غير مع الماء ثاني وتروحي تديره غير في أطراف الشعر 1-10 دقائق 4 ساعة هذا ما كان كما راكم تشاهدون في الفيديو هنا 1-10 دقائق 4 ساعة غير تشاهدون اللون وخدا تعملت الشعر بهذاك اللون الذي كسحبنا اللون راحلنا تروحي تشلي شعرك بالماء وتسبغي بالشاطان كله ولا بالميلانج لمدة هولك أنا هذا ما كان اللون لا يحل لك يخرج لك لامح وشباب وإلا ما فهمتوش ندرلكم فيديو دموستخص بالمنحانة لكي تفهموه من هذا الفيديو أنا نصح به الحفافة لأنهم يخدموا لازم يخدموا خدمة بروفيسيونال وكل واحدة وطريقة تحتاجها في تكنيك الفيرلر والبخي كولوراسيون وكل واحد يقول أنا هذه التكنيك تاعي لنخدم بها هذا هي هذا الفيديو تاعي اليوم لا تنسوش كاين فيديو بزاف شباب في الصهراء استنو ابوانيوشان يوتيوب واكتيفي والاكلوش الجديد راهو جاي وكاين فيديوها التروع ولميلونج بزاف هائلين سمغير استنو ابوانيوشان يوتيوب كل عادة وثاني في الانستغرام اللي بنتم بارتاجي معاكم كل شفص طوغي ارواحوا الانستغرام وإلى فيديو اخر والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة